ها هي تونس وقبلها مصر تسجلان عدة حالات إصابة بفايروس كوفيد 19 أو ما اشتهر بكورونا تتوسطهما ليبيا ولا خبر عن تسجيل أي حالة حتى الساعة كورونا يشتاح العالم والكل يقف على أهبة الاستعداد تحذيرا لمواجهته وليبيا ليست استثناء في هذا الخصوص حيث اتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدة إجراءات وقائية وفق ما تنص عليه منظمة الصحة العالمية منها قيامه بتشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فايروس كورونا المستجد وقال المركز إنه يعمل على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي المركز أوضح أنه فعل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وأعد دليلا طبيا للعاملين في المجال ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي مدير المركز بدر الدين النجار أكد للأحرار الانتهاء من تجهيز غرف العزل الصحي لأي حالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا في مدن طرابولس وبنغازي ومنفذ مساعد مبينا أن المركز في صدد الانتهاء من تجهيز غرف أخرى في مصرات وزوار ونالوت ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن المركز الوطني ضعف من احتياطاته في منفذ مساعد بعد إرسال مختصين في الكشف عن الفايروس وتجهيزه بكاميرات حرارية وذلك عقب اكتشاف حالات المصابة في مصر بدوره أكد مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عمر الأحمر على جهيزية المختبر في الكشف عن العينات لحالات الاشتباه بفايروس كورونا ومع استمرار فتح الحدود الشرقية على مصر والتي انتشر بها الفايروس وسط تكتم رسمي من سلطات القاهرة وفي ظل هذه الاستعدادات يبرز الاستفهام ما مدى إمكانية احتواء كورونا محليا في ظل الحرب المندلعة والاستقطاب الحاصل والذي قد يلقي بذلاله على جهود التنصيق بين الجهات المعنية في كافة أنحاء البلاد ترجمة نانسي قنقر